تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي مدريدي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شريكنا الحصري في تويتر ويوتيوب مجموعة أرأم فرأرب وشريكنا في الفيسبوك رابطة ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم هي على المباراة الافتتاحية الحلقة الأولى هذا الموسم عن ريال مدريد اللي جاء بعد ما وصل خبر رفعت تفاؤل بأن الحلم كيلين إمبابي ممكن يتحقق سافرت استهجان في باريس لما انذكر اسم اللاعب رغم أنه اللاعب قدم مباراة جيدة وسجل بعد ذلك لكن أصبح هناك شعور واضح أنه يبدو أنه فعلا حاسم أمره لمستوى أنه الجماهير باتت مدركة أنه كيلين إمبابي بده يرحل خبر جيد والخبر الجيد الثاني أنه ريال مدريد عم بيبدأ بشكل كويس وبفوز على ألافيس في المباراة الأولى لأنشلوتتي في تجربته الثانية أنشلوتتي المبارح كان واضح الهدف الأساسي لهذا الموسم انفوز بالدوري واعتقاد واضح من عنده أنه بقدر يفوز بالدوري دائماً لازم نفهم لما نتكلم عن الليجة واللي بيحضروا الليجة أنه بدايات الدوري بتكون بداية نقاط في الدوري الإسباني لما تبدأ بتبدأ تفوز بعدين تبدأ تتعدل أمور الأداء بتبدأ بأحسن ما عندك بعدين بتشوف العيب هذا والعيب هذا وبالتالي دائماً النقاش في المباراة الأولى فست ولا لا؟ فست فأنت حققت المطلوب جربته عشرة من عشرة ولو أداءك كان مش جيد رغم ذلك أداء الريال زي ما رح نشرح كان بكثير نقاط جيد لكن هذه المعلومة الأولى مجرد معلومة عامة لأنه حنتطر نحكيها في الحلقة الثانية والثالثة لثلاث أربح حلقات لعندما الفريق يكون وصل للريتم المطلوب واللياقة المطلوبة بدأ ريال مدليد بأربعة ثلاث ثلاث كما هو متوقع مع كارلو أنشلوتي ألا باب يلعب ظاهر أيسر وهو المركز المش متوقع يكمل فيه متوقع يتحول قلب دفاع لما يرجع ميندي ومارسيلو أيضاً ميليتا وناتش بفوزوا بمركزين قلب الدفاع وهازار دي بيبدأ كما هو متوقع وقارث بين على اليمين بياخد فرصة مع كارلو أنشلوتي أول 17 دقيقة ريال مدريد ما بيسدد أول 17 دقيقة ريال مدريد ما بيهدد وهذا المعتاد لريال مدريد خارج ملعبه ببعض المباريات بيحاول دائماً ياخد مضعية الانتشار على الملعب يشوف شو أسلحة خصمه شو ناوي خصمه يعمل بعد ذلك بيحاول يفرد رتمه ومع تزديد هازار دي الجميلة اللي مرت بجانب المرمى ظهر الريال مسيطر أكتر بعد ذلك ظهر أكتر رغبة بالتزديد بعد ذلك وخلال تلك اللحظة خلال تزديد هازار د أعتقد جميعنا شفنا شيء مختلف شفنا هازار د بحالة بهنية مختلفة بحالة شجاعة مختلفة عن اللي شفناه منه في الموسمين السابقين شفنا هازار د بعد ذلك اللي بيحاول يروح لمنطقة الجزاء اللي بيحاول يسجلوا من إحدى المحاولات جاءت التمرير الجميلة منه بالكعب اللي خلت المباراة كثير أسهل على ريال مدريد لما وضحها عند أقدام كريم بنزيمة صح مباراة أولى بس من ناحية هازار د لحظة خروجه كان فيه لاعب مختلف لسه لا يقين أعتقد بده بناءه تحسين لكن مدون ذلك فيه لاعب حابب إنه يعدل مسار مسيرته من بعد لحظة هذه التزديدة وسيطرة ريال مدريد ربما بشوت الأول كان فيه فرصة واحدة لألافيس كانت من شيء حذرت منه الموسم الماضي لما يلعب ناتشو إنه ناتشو بيحاول يتقمص شخصية راموس ببعض التدخلات المندفعة خارج نصف ملعب ريال مدريد وبالعادة تدخلاته بتفشل عكس تدخلات راموس ومن هون بتصير في مساحة كبيرة بظهره ومن هناك تطبق خجمة مرتدة بكل سهولة عريل مدريد هذه المسألة اللي بدها ضبط عنده هو لعب منضبط لعب ملتزم لعب نعرف مستوى مستقر واليوم ساهم بتسجيل هدف لكن هذه بعض التفاصيل الصغيرة بتعملك مشكلة في المباريات المهمة أكيد من أكثر شيء لفت انتباهنا في الستين دقيقة الأولى جارث بيل تحديدا خير نركز على الشوط الأول رغبة مختلفة محاولة يروح يبادر بحاول يصنع الفارق بتزديدات بعرضيات أيضا شيء مختلف ببين انه عم بيطلب كرة بين اللي مع زيدان كان خلولكم إياها بديش ألعب بين الآن لعب عم بيطلب كرة عم بحط نفسه بموقف انه أعطوني الكرة وأنا بحاول أتصرف نعم كان طابعه فردي أكثر لكن في رغبة أكوضح في رغبة أكثر يمكن البناء عليها لو انسجم بعمل جماعي انه يتحول بين لعب مفيد ما بتكلم انه يصير ما بتكلم انه يصير لعب سوبر بتكلم انه يصير لعب مفيد في التشكيلة بما انه مستمر ومدفوع له راتبه بالشرط الأول كان في رتم أسرع من المتوقع لمباراة فتتحية حركية أسرع انسجام بين اللاعبين أسرع تدوير كرة أكثر من المتوقع بالنسبة لمباراة فتتحية كان في عبن بسيطات اتعالجوا بالشرط الثاني الفريق كان مش عم بيخلي أظهرته تصعد ما فيه الكفاية أو أجنحته تصعد ما فيه الكفاية بحيث تلعب العرضيات بشكل جيد تكون فيه خلخلة مساحات الدفاع وجالب المدافعين تعون ألافيس لعندهم هذا الشي تعالج بشكل ثاني شفنا بس كس ظهر أكثر ألابة صعد بشكل واضح أكثر ومن هذه الطلعات ومن هذه التدخلات والانتشار سرنا نشوف عرضيات بتيجي موقف مريح وبيجي منها الأهداف وفيه مشكلة ثانية ما تعالجت طوال المباراة لكن جودة ألافيس هي اللي كانت محدودة مسألت انه الفريق عم بيرجع للدفاع بشكل أبطأ من المطلوب لكن في مباراة أولى مقبول ذلك في مباراة أولى في اللقاء مقبول ذلك الريال اليوم كان واضح بديه يسيطر ما بديه يستنزف وهذا هون كان فكرة ألافيس بعدما سجل الهدف من راكلة جزاء شاف انه ريال مدريد كمباراة أولى خايف من الإصابات طبيعية جدا بده يبني لايقته بهدوء بده يعالج أموره التكتيكية أكثر من أموره البدنية فحاول يراهن على شيء آخر ألافيس انه تعالوا نستنزفهم بدنيا أجرى تبديلاته وكأنه يحاول يحرق اللاعبين بدنيا في أرض الملعب ضغط ضغط علي بشكل رهيب جدا وكأنها مباراة حسم الدوري خلى الأمور معقدة شوي على المدريد بدنيا لكن الريال أدارها بشكل جيد بدفع بردريجو بجونيور تبطيء الرتم شوي قتل الكرات شوي بحيث يظهر هذا الاستنزاف البدني على الفاضي وفعليا أدار المجريات بشكل ناجح بخصوص ألافة برجع أكرر المتوقع يلعب قلب دفاع من حيث أداءه اليوم شوفنا لاعب بشخصية قوية لاعب تحت الضغط معه بالتوتر بلعب بهدوء كان لسه بده انسجام مواضح مع اللاعبين اللي حاولوا لأنه مش متعود عليهم هذا الشي حتى خلانا نشوف مثلا أنه هازارد بكثير مواقف ما كان عم بيستنى كان عم بيلعب ما كنا نشوف ربط بين هازارد ألابا مودرج لكن بالمواقف الفردية بقدراته الدفاعية معروفة طبعا وبالمواقف الفردية يبدو لاعب ممتاز والجميع يعرف أنه ألابا لاعب ممتاز وهي مسألة انسجام وتوظيف أفضل للاستفادة منه بختم بالكلام ببساطة كمباراة أولى ريال مدريد قدم لقاء أسرع مما توقعت لعب بحركية أفضل مما أنا توقعت مباراة جيدة فيها شكل فيها جمالية لعب ممتازة بالنسبة لمباراة افتتاحية كثافة أيضا جيدة خلال اللقاء بس دائما خلونا حذرين نحكي ببساطة كارلو أنشلوتي عمل تسجيل دخول جميل اليوم عمل تسجيل دخول ذكر في أرياء مدريد الجميل معه أيضا ولكن تضلها مباراة أولى والمهم مع استمرار الموسم هذا الفريق يتصعد وهون دائما حسم الأمور بعد 10 أسابيع بتكون وين السنة الماضية أعطوا أتلتكم مدريد الدوري في أول 10-15 أسبوع فقط البدايات المهمة والاستمرارية في البدايات هي الأهم نوصل لنا هاي الحلقة كنت معكم على محمد عواد موجود فيسبوك وتويتر وإنستغرام وضروري جدا نتابعني على سلف سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله